أمسية طيبة للجميع مشاهدنا الكرام وهنا بكم إلى هذا اللقاء التنبيه من المستوى الثاني عن تواصل تسقط أمطار عادية معتبرة تترح ما بين 30 وغاية 40 مم حين 50 مم على كل من بناء باس تندوف كذلك ولاية بشار ابتداء من صباحة الغد إن شاء الله على ولاية بشار وهذا إلى غاية نهاية الأسبوع بحول الله صباحة يوم السبت إن شاء الله إذن خلال يوم الغد الجمعة مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب على مناطق الشمالية أجواء غائمة على السواحل وحتى على المرتفعات لكن بعد انقشاء الضباب على الهضاب والسهوب الوسطى والشرقية لكن أمطار عادية على شكل زخات معتبرة إن شاء الله على كل من ولاية بشار ولاية بناء باس حتى على ولاية تندوف وأجواء مغشات على باقي الولايات أما عن درجات الحرارة خلال الليلة اليوم إن شاء الله أربع درجات فقط وهذا أقول على تيارة الجلفة عفوا باتنا ثم درجات على العاصمة عشر درجات على كل من بشار وغردية لعشرين درجات على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد أقول خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة سوف ارتفاع خاصة على الواجهة الساحلية وتترهم بين العشرين لعادة 24 درجة نرتقي بالديناميقية سلطة لعادة المشرين عامة والبيض 12 درجة فقط على بشار 21 درجة التي تندوف وأبني عباس 24 درجة لكل من أدرار إنسال حوى أيضا ولاية إليزي واستولت درجة المقياسة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اتراب على الساحل الوسطى وكذلك الساحل الشرقية لكن مضطر محليا على الساحل الغربية أحوال الطقس على بعض أوصم شمال إفريقيا بحول الله أمطار على تونس وطرابلوس أجواء مغاشات إلى مشمسة على كل من جامينا نيامي الخرطوم العيون المحتلة أجواء مغاشات مع 26 درجة 21 درجة على تونس 25 درجة على القاهرة ترتفع إلى 40 درجة على كل من نيامي ونجامينا وقت غرب الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام الخامسة وستولاثين دقيقة ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجلد الزائرية في الخدمة أمسي طيبة للجميع في أمان الله